استهل المنتخب الوطني أمسس بتدريباته في العاصمة الألبانية تيرانا استعداداً لمواجهة أصحاب الأرض ودياً الأربعاء المقبل تحضيراً للمشاركة في كأس آسيا 2019 وأجرى المنتخب ميراناً للاستشفاء على الملعب التدريبي في تيرانا بعد رحلة السفر التي استغرقت نحو ثماني ساعات وأشرف الجهاز الفني بقيادة البلجيكي فيتال على تدريبات فك العضلات والاستشفاء فيما التحق الثلاثي عبدالله الزعبي وإبراهيم الزواهر وطارق خطاب بالتجمع ومن المتوقع انضمام جوناثان التميمي وموسى التعمري وعودي القرى يوم غدن الاثنين لاكتمال الصفوف قبل مواجهة ألبانيا هذا وستغادر بعثة المنتخب الخميس المقبل إلى زغرب لمواجهة كرواتيا في الخامس عشر من الشهر الحالي حظي لاعب المنتخب الوطني للكاراتي عبدالله حماد بشرف حمل العلم الأردني خلال طابور استعراض الدول المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب والتي تم الإعلان عنها فجر اليوم الأحد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وتم الإعلان عن انطلاق النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها بوينس آيرس في الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من تشرين الأولى المقبل من خلال حفل يقام للمرة الأولى في التاريخ الأولمبي الحديث في ساحة خارجية بعيدا عن ملعب تقليدي يذكر أن الفريق الأردني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية يتكون من ثلاثة عشر لاعبا ولاعبة من ست رياضات هي التايكوندو وألعاب القوى والسباحة والفروسية والكاراتي وكرة السلة اجتازت الدكتورة هي قبعين يوم أمس اختبار الترقية للحزام الأسود في التايكوندو لتثبت تفوقها وتميزها في عالم رياضة التايكوندو التفاصيل في التقرير التالي لم يقف العمر عائقا أمام الدكتورة هي قبعين لتكمل مسيرتها في رياضة التايكوندو وتكتب اسمها بأحرف من ذهب في سماء هذه الرياضة هيا قبعين اجتازت يوم أمس اختبار الترقية للحزام الأسود للتايكوندو لتستطيع اجتيازه وتأخذ الحزام الأسود لفئة السبعة دان عن جدارة واستحقاق هذا الحزام هو حزام ترقية هو كان لازم أنا من زمان أعمله بس أنا كنت أتغاطى عنه طبعا هذا حزام عالي جدا من الدانات أو الأسود هم تسعة دان أنا عم بقدم له سبعة دان أنا أول فتاة تحمل الحزام الأسود وأول لاعبة وأول مدربة تحمل شهادة دولية وأول حكم دولي في العالم كامرأة وأنا قبل ما أأجي لهون كنت بكوريا شهر ونص دربت حتى أقدر أعمل هذا الامتحان لأنه هنا كثير كثير كان في عدم تغطية يعني أو بحاولوا خلينا نقول إنه هي عالم رجال وهي ليست كذلك وهذه نوع من التحدي لنقولهم للشباب لأنه المرأة قادرة على عمل كل شيء الاختبار الذي أقيم في صالة الأمير راشد في المدينة الرياضية لترقية الستة والسبعة دان استطاع خلاله كافة المشاركين من اجتيازه بنجاح ليواصلوا مسيرتهم في هذه الرياضة يحل نادي برشلون الإسباني ضيفا ثقيلا على نظره فالانسيا بملعب المستايا الليلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الإسباني لكرة القدم ويدخل الفريق الكتالوني لقاء الليلة وسط معنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على نظره توتنهام لإنجليزي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدور أبطال أوروبا ويسعى لبلوغرانا لاستعادة نغمة الانتصارات محليا بعدما تلقى الهزيمة أمام ليجنس قبل أن يتعادل مع جيرونا وأتلتك بالباو في آخر ثلاث جولات في الليغة هذا ويتصدر برشلونة جدول الترتيب الدوري الإسباني برصيد أربع عشرة نقطة متفوقا بفرق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة بينما يتواجد فالانسيا في المركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط حافظ الروسي حبيب نورما جوميدوف على لقب بطولة العالم في وزن الخفيف في الفنون القتالي المختلطة بعد تغلبه على البطل السابق الإيرلندي كونر ماكي جريغر فجر اليوم الأحد على صلة تيموبايل أرينا في لاس فيغاز بولاية نيفادا الأمريكية وهيمن نورما جوميدوف على النزال منذ بدايته واستطاع أن يحسمه في الجولة الرابعة بعد السيطرة على خصمه الإيرلندي وأخضاعه بحركة خنق قوية أجبرته على الاستسلام وحقق نورما جوميدوف فوزه السابع والعشرين على التوالي في مشواره الاحترافي مع الحفاظ على رصيده خاليا من الهزائم بينما تعرض ماكي جريغر بطل العالم السابق للخسارة الرابعة كبير بلندلس بطل العالم السابق كبير بطل العالم السابق